أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استهل الرئيس السيسي مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية والتي تعقد بمدينة سان باترسبرغ بروسيا الاتحادية بحضور جلسة العمل للمنتدى الاقتصادي والإنسانية وذلك بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد كبير من القادة الأفريقى كما شرك الرئيس السيسي في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتقى الرئيس السيسي مع رئيس بمهورية جنوب أفريقيا سيريلا رامافوزا حيث تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطور التعاون المشترك في كافة المجالات وتناولت المباحثات آخر تطورات الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي لسيما الأزمة الروسية الأوكرانية أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن رئيس السيسي تقدم بخالص التعازي والموسال الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد النهيان ممثل حاكم أبو ظبي منوها إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات رجيا الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر وسلوان من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس السيسي مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعبا ومعربا عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة سواحل اليمنية بالبدء في تفريغ حمولاته من النفط الخام وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد مشيدة بالتسهيلة المقدمة من جانب التحلف العربي في اليمن بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر ويضمن أيضا سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية قتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية ووصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بالإرهابية وأقع غراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة زارة الرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي كتدرائية التجلي في مدينة أودسا السحلية على البحر الأسود والتي أصيبت بأضرار جراء قصف روسي تعرضت له سابقا وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن زلنسكي عينت دمار الناجم عن القصف الروسي الكثيف الأخير على البنى التحتية والمدينة والوسط التاريخي لأودسا وأضافت الرئاسة أن زلنسكي طلع على حجم الدمار في الكنيسة ووضعها الراهن إضافة إلى إمكانية إعادة بنائها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار إن جيش بلادها استعاد قرية من القوات الروسية على الجبهة الجنوبية وأضافت ماليار أن القوات الأوكرانية كثفت هجمها المضاد في الأيام الأخيرة مضيفة أن الجيش ينفذ عمليات تمشيط قال البيت الأبيض إن انسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أدى إلى حدوث تقلبات في أسعار الحبوب وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيير إن مبادرات الحبوب الخاصة بالبحر الأسود أصفرت عن تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحرمان الأسواق العالمية من هذه الكمية الكبيرة من المنتجات الغذائية ستؤدي إلى تفاقم الجوع في بعض أكثر المناطق تضرورا في العالم وقع محافظ القاهرة خالد عبد العال ونائب محافظ هانوي عاصمة دولة بيتنام نجوين مانا كوين اتفاقا لصداقة والتعاون بين العاصمتين وأكد عبد العال أن اتفاق التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتفاهم بينهما في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية من خلال تبادل الوفود والخبرات وتنظيم المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات ومشاركة الأبحاث وتوعية بين مواطني القاهرة وهانوي بثقافة وتاريخ المدينتين